منحت وزارة البترول تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن في ثمانية مناطق في الصحراء الشرقية يأتي ذلك في إطار نظام الطرح المستمر لمزايدات البحث عن الذهب في مناطق واعدة والجاري الاستمرار في تطبيقه وفقا لمكتسبات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين المصري الذي أوجد حوافز مهمة لمستثمر البحث عن الذهب محليا ودوليا للعمل في مصر ضمن خطط الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلي منحت وزارة البترول تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن في ثمانية مناطق في الصحراء الشرقية وذلك في ظل تطبيق قانون جديد للتغلب على الإجراءات البيروقراطية التراخيص الجديدة لمهمة التنقيب هذه تم ترسية ثماني مناطق منها على أربع شركات من أصل 13 شركة شاركت في العطاء الأخير والذي أغلق في يونيو 2021 وعلى الرغم من الأزمة العالمية واستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلا أن الشركات الفائزة بالتراخيص قدمت أفضل العروض الاستثمارية لتكون استكمالا للنجاح المحقق في الجولة الأولى بالمزايدة والتي تم خلالها إسناد 82 منطقة بالصحراء الشرقية إلى 11 شركة مصرية وعالمية وتستهدف مصر برخص التنقيب الجديدة عدة مشاريع تتعلق بالذهب وذلك لتعظيم الاستفادة من القيمة المضافة لموارد الذهب ضمن خطة تستهدف اكتذاب 40 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في السنوات الأربع المقبلة حددت مصر منها الشهر الماضي مجموعة من الأصول الحكومية التي ستعرضها على المستثمرين ضمن خطة التخارج من قطاعات اقتصادية معينة وتعمل مصر حاليا على إنشاء أول مصفات ذهب معتمدة بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية بتكلفة تقدر بنحو مليار دولار تعظيما للقيمة المضافة من موارد المعدن الأصفر وبما يؤدي لإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي اشتركوا في القناة